ده الجزء التالي الجزء التالي ده متعلق بالمواطن نفسه معلش حضروا لنا الفيديو اللي أنا بعدته لكم الدولة تعمل وبتشتغل بتصيب وتخطئ لكن لحد الوقت واخدى 9 من 10 مثلا لسه نتكلم عن موضوع البنك المركزي والقرار بتاعه والناس شفيته صحة والناس شفيته غالب بس يعني لو بتقيمها يا 8 يا 9 من 10 يا ترى المواطن تديره كام؟ يا ترى المواطن تديره كام؟ أنا بس عايز أوريك فيديو الأول كده في المترو وحايتقيم بعد كده نشوف طيب على ما يبدو أن ده مترو وعلى ما يبدو أنه في مصر أنا بقى قفل الصوت لأن الصوت مش لطيف حبتي وعلى ما يبدو أن دول مواطنين مصريين بس تقول كده على ما يبدو أن هما بينطوا من فوق المكنة بتاعت التذكرة وعلى ما يبدو أنه مش مهم معنا دلوقتي تمن التذكرة بس المهم أن الناس دي لو تزحمت كده هتروح عزلي إيه وحجري إيه وحزري إيه اللي أنت جاي تقول عليه يا جماعة إحنا كده في حتة تانية خالص أنا النهاردة لما اتبعت لي الفيديو ده حسيت أن تعبنا في البرنامج ولا في البتاعه حسيت أن إحنا في حتة والناس في حتة إيه يا جماعة ده مين دول مين دول طيب وبعدين هو أنا بقول لك هتقبض عليك ده أنا بقول لك هتموت يعني الكسفات دي إيه الحل بتاعها وإيه السلوكيات دي والناس عاملة كده ليه طيب يعني إذا كنت أنت في عز شبابك وعمل تقفز وهو كده وتنط على المكانة رايح جاي ما شاء الله يعني حاجة كده إيه ما فيش بقى ولأ ومن تحت كمان البيه الصغير ده داخل من تحته معرفش بقى إيه لأ جاي يدخل من تحته والناس خارجة تأخذ بالك إزاي طيب يعني ده الحال يعني ده واقع بعدين بقى بعدين بقى على ديسمبر كده نبقى نقعد مع بعض يكون ربنا إن شاء الله لو حينا وكلنا عمر يعني نبقى نقعد مع بعض بقى نذكر المجتمع ده من أول السطر نفتح كده الفهرس ونتكلم بقى عن الأخلاق والسلوكيات والتزام بالقانون كلام بقى اللي يعني بنصدع بين الناس في الإعلام ده لكن المشهد ده كده إحنا بنهزر إحنا بنهزر أنا مش هقدر أقول للداخلية زابط لكل مواطن ده بتجيبوه منين ده وأنا آسف يعني في كتير مننا بيمشي بفكرة زابط لكل مواطن دي فاتفضل بص السلوكيات ماشي أزاي يا أخوانا أخافوا على روحكم مش ممكن التزاحم يكون بالشكل ده طب انت يعني يفوتك قطر ولا يفوتك بين المترو والمترو خمس ست دقايق ولا تحشر نفسك كده مش ده بس كمان في الأطرات توري نعم